اشتركوا في القناة وقال إزرائيل هايوم أن النظام السياسي في إسرائيل أمام أسبوع دراماتيكي فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة مشيرة إلى أن كتلة اليمين تستعد لتمرير مزيد من القوانين بالكنيست لتسريع تشكيل الحكومة وقالت الصحيفة أنه يتوجب على نتنياهو أن يقدم حكومته قبل الواحد والعشرين من الشهر الجاري وهو التاريخ الذي تنتهي فيه مهلة الأيام العشرة التي منحها الرئيس الإسرائيلي تسحاك هيرتسوغ لزعيم الليكود قبل عدة أيام أربعة أيام هي ما تبقى لنتنياهو على تشكيل الحكومة ما سيمنحه بإبلاغ رئيس الدولة أنه تمكن من تشكيل الحكومة سبعة أيام إضافية يدير فيها غضب أعضاء حزب الليكود الذين سيتطرون للقبول بما تبقى من المناصب بعد أن استغل لنتنياهو من قبل شركائه في الحكومة الذين غيروا نتنياهو من أجلهم قوانين أساس في الكنيست وأني رואה את השינויים האלה بدأגה רבה כמי ששירת מעל 40 שנים בצהל השינויים במטפש מנל אזרחי, הכפפת פלוגות מגב היוש לא נובעות משיקול דעת מעמיק כי אם היה פה שיקול דעת מעמיק ושיקולים ביטחוניים כנראה ההחלטות האלה לא היו מתקבלות אלא אם יש פה איזו מטרה נסתרת שאני מקווה מאוד שהיא לא שהשלב הראשון הוא לקבל החיות על המנהל האזרחי ועל המטפש, השלב השני הוא להחליש אותם השלב השלישי הוא לבטל אותם והשלב הרביעי להביא למציאות كיאותית ביהודה ושומרון ואז לגשת לפירוק הרשות הפלסטינית نقشت الليجان الخاصة اليوم قانون تعيين وزير داخل وزارة هذا القانون جاء ليرضي اسموترج وبنكفير وبذلك أصبح لوزارة الأمن وزيران وزير يشرف على شؤون المستوطنات ووزير في إسرائيل كما ناقشت تعديل قانون يمكن درعي من أن يصبح وزيرا في وزارتين المالية والصحة رغم ماضيه الجنائي نسلم زمام الأمور لمستوطنين من الصعب جدا تقيدهم بالنشأة إسرائيل عام 1948 حتى اليوم اليوم ننتقل إلى مرحلة جديدة من أيدلوجيات وأفكار وخاصة أن معظم المفاوضات التي تمت مع نتنياهو تمت تحت طابع ديني وأفكار دينية وشروط دينية النقاشات داخل اللجنة الخاصة التي أقيمت بهدف نقاش قانون الشرطة لم تمر دون أن يشن أعضاء الليكود هجوما على نائب المستشارة القضائية بسبب تحذيرها من خطورة التعديلات التي ستمنح بنكفير صلاحيات واسعة ويبدو أن محاولات إسكاته بهذا الشكل ستشبه سياسة حكومة نتنياهو السادسة ضد كل من سيعارضها قالت هيئة تحرير صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن حكومة بن يمين نتنياهو تشكل خطرا على إسرائيل وأشارت هيئة تحرير الصحيفة في افتتاحيتها التي حملت عنوان ديمقراطية دولة اليهود في خطر أن الحكومة اليمينية المتطرفة التي ستتولى السلطة قريبا بقيادة بن يمين نتنياهو تمثل اختلافا نوعيا ومثيرا للقلق عن جميع الحكومات الأخرى في تاريخ إسرائيل وأوضحت أن الحكومة المقبلة التي ستتشكل من الأحزاب اليمينية المتطرفة تدعو إلى توسيع وشرعنة المستوطنات بطريقة تجعل قيام دولة فلسطينية أمرا مستحيلا كما تدعو إلى تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف وهو عمل ينذر بإثارة جولة جديدة من العنف والتصعيد إلى جانب تقويض سلطة المحكمة العليا الإسرائيلية ومنح الهيئة التشريعية الإسرائيلية إمكانية فعل ما تشاء مع تهميش للقضاء تظاهر الألاف من المناوئين لنتنياهو في ساحة هبيمة وسط مدينة تل أبيب رفضاً لما اعتبروه محاولة للإنكلاب على المؤسسة القضائية وعلى ما تبقى من ديمقراطية في إسرائيل مع شركائه المتطرفين أمثال بينكفير واسموتريتش ويقول المحتجون هنا بأن الخطوات التي تنوي الحكومة المرتقبة اتخاذها تشكل خطراً على العرب واليهود وتحول الصراع إلى صراع ديني وتعمق من الاحتلال ونظام الفصل العنصري في الضفة الغربية ومن منسوب القوانين العنصورية ضد المواطنين العرب الممشلة הנוראית ביותר בתولות إسرائيل שמה שאותים מטריד זה כל מה שהם עושים אבל בעיקר ין הכיבוש אנחנו גוף שחושבים שכל הסיפור הזה מתחיל من ין הכיבוש זה מה שמתחיל את כל הבעיות האחרות שמדברים עליהם כרגע מדובר בזה שהאחריות על השטחים עוברת לגוף אזרחי שזה אומר אפרטד מוצר גם משמע הגבול עובר לאחריות גוף אזרחי ולא ברכות הצבא שזה גם אפרטד מוצר כל ההתנחלויות הלא חוקיות יהפכו לחוקיות ובינינו זה אסון אני מדבר עם מרוץ פלסטיני אז בטח ובטח שעתיים לא רגשתם שום שינוי ממשלת השינוי ועכשיו זה הולך להיות עוד הרבה 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 יותר גרוע אז זה זמן זה זמן لنسות לחسروا לרחובות لم ينجح نتنياهو بعد بمهمة تشكيل الحكومة إلا أن المظاهرات المنوئة له قد بدأت ويبدو أنها ستتصاعد مع الأيام القادمة في ظل سيطرة زمرة من المتطرفين والفاسدين عليها وخططهم بسن كوانين وتشريعات تقضي كليا على ما تبقى من ديمقراطية شكلية في إسرائيل قمعت الشرطة الإسرائيلية التظاهرة في حي الألمانية بمدينة حيفا إسناداً لمعتقلي هبة الكرامة واعتقلت ثلاثة من المشاركين لرفعهم علم فلسطين وكانت الشرطة الإسرائيلية قد حشدت العشرات من أفرادها لقمع التظاهرة التي نظمت تنديداً بالأحكام القاسية التي صدرت بحق المعتقلين وأفاد مشاركون في التظاهرة أن الشرطة الإسرائيلية بدل أن تحشد قواتها لكبح الجرائم المتفشية في البلدات العربية فإنها تحشدها لقمع تظاهرة سلمية مشيرين إلى أن رفع علم فلسطين يفقدهم صوابهم بين سهل البقار وراس جرابا وصواوين مروراً بواد النعم والبقيعة وبقية القرى مستوبة الأتراف في نقع بئر السبع من نقاب يعيش عشرات آلاف المواطنين العرب البدو الذين يتخوفون من سيف الهدم والتهجير والذي سيأتي تحت مسميات مختلفة في الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ دولة إسرائيل الحكومة الجديدة نحن لا نتوقع خيراً ونتوقع الأسوأ من هذه الحكومة لأنها حكومة عنصرية هناك خمسين في المئة من سكان النقب العرب يعيشون بلا ماء ولا بلا كهرباء وقرى غير معترف فيها وحسب القانون بيوتهم معرضة للهدم في الوقت الذي لا تتوفر فيه أي حلول لهذه المشكلة والحل الوحيد عند الدولة هو إلساك أوامر الهدم وأوامر الترحيل والهدم والترحيل هذا ما تكون به الدولة الناشطون والقياديون يؤكدون أن السبيل الوحيد للحفاظ على أرضهم وبيتهم هو التكاتف والنضال البرلماني والقضائي والشعبي المستمر لتحصيل حقوق الأهل في المياه والمسكن والتعليم والشوارع في ظل استمرار أذرع السلطاته بالمضايقات اليومية ولسك أوامر الهدم والتضييق حتى على المواشي والإبل في جنوبي البلاد لا يوجد شك أن النقاب مستهدف وبالذات منطقة النقا هناك خطط تجاه النقاب خطط تعودية وترحيلية وبأتقاد الحكومة القادمة ستكون أكثر شراسة من سابقاتها تجاه عرب النقاب وبالذات منطقة النقا وتحرم السلطات الإسرائيلية أهالي القرى مسلوبة الاعتراف من أبسط الخدمات الحياتية وحتى تلك القرى التي تم الاعتراف بها مؤخرا وشروع ببناء مركز للخدمات فيها يتخوف أهلها من إمكانية تراجع الحكومة الجديدة عن الاعتراف وتهجير أهلها أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة إحداها خطيرة في حادث طرق وقع بين مركبتين خصوصيتين على شارع 353 جنوبي البلاد حيث جرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج ومن جهتها فتحة الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 339 شخصا بينهم 110 من المجتمع العربي لقوا مسرعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد منذ مطلع العام ولغاية اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة نظم قسم التثقيف الصحي بالتعاون مع قسم الرفاهي الاجتماعي تحت رعاية المجلس المحلي في قرية طرعان ندوة تحت عنوان 60 ثانية ممكن أن تغير حياتك نطلع على الأسرة هي الأساس لمنع العنف أي كان نوعه إذا كان قتل أو ضرب أو أي شيء ثاني من هذا المنطلع نحن بهمنا من ناحية الصحية كمان الآثار النفسية والمجتمعية من توتر ومن قلق من كل هذه الأمور اللي منحاول أن الأب والأم يكون في حوار مناتهم وهذا الشيء اللي احنا منعيده الذا نقول الآي الكريم والكاظمين الغيض والعافين عن الناس كل الناس إذا كان مسلم أو مؤمن أو كافر أو أي من أي دينات أخرى وفي المسيحية لا تغضبوا أو اغضبوا ولا تجعلوا الغضب يقتلكم مثلا فالناقل الأديان الإسلامية والمسيحية هم بدعوا للتفاهم بالحوار السليم حتى ما يتطور ذلك إلى عنف وإلى مأساة مع المجتمع العربي اللي منتمنى لإعداد العائلة دائما هي القاعدة الأولى لبناء المجتمع السليم تركز هذه الندوة على مكانة المرأة والتعامل مع الغضب الذي يؤثر على حياة العائلة والحديث على نشر ثقافة مساندة للمرأة ومحاربة العنف الذي يحد من قدرتها على العمل والمحافظة على سلامة العائلة هدفنا رفع وعي وسيطرة وتقديم خدمات وشرح الخدمات الموجودة تقريبها من الناس أنه فيه خدمات اليوم اللي تساعد كيف نسيطر على تصرفاتنا ومر نلجأ للتصرف الأليم اللي هو بالآخر بيأزل الناس اللي حولينا الناس اللي منحبهم الناس اللي احنا مفروض نكون مصدر حماية لهم فالعنف الأسري هو بسبب أذى لهاي الناس هدفنا أنه نخفف من هذا الأذى ونعلم الناس طرق بديلة للتعامل مع العنف وللشعور الغضب اللي بيصير بداخل الإنسان اللي بأدى له هاي التصرفات كأشخاص بنخدم المجتمع كرجال دين كرجال تربية أنه نتكاثف مع بعضنا البعض ونعمل هاي الخدمات التثقيفية والبرامج التعليمية اللي فيها من هدفها المجلس المحلي والمركز الجماهيري وكل الأقسام وإحنا كرجال دين نرفع من أهمية مستوى ترقية الإنسان من جديد مجتمعنا بيعاني كثير في أفكار دخيلة في تشعب لأمور أضعفة من روح الإنسانية والمحبة والاحترام لبعضنا البعض فمن المهم جدا رفع من مستوى التثقيف إن كان ديني أو تعليمي حتى انساهم ولو بشوي لرفع مستوى الإنسان واحترامنا لبعضنا البعض كبشر في البيت في المجتمع بشكل عام أيضا جهود مستمرة من قبل مسؤولي الثقافة داخل القرى والبلدات العربية لمناهضة هذه الظاهرة حيث تتخذ هذه الجهود أشكالا مختلفة على رأسها المجالس المحلية والأقسام المجتمعية لوضع برامج واستراتيجيات تهدف إلى القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة استشهد الشقيقان محمد ومهند يوسف مطير من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة بعد أن دهسهما مستوطن بصورة متعمدة بالقرب من حاجز زعتر العسكري جنوبي نابلس وقال مدير مكتب محافظة القدس في مخيم قلنديا زكريا فيالة إن الشقيقين مطير كانا يقفان على جانب الطريق لإصلاح أحد إطارات المركبة التي كانا يستقلانها برفقة أشقائهما وصدمهما مستوطن بمركبته بصورة متعمدة ولا ذا بالفرار من المكان ما أدى إلى استشهاد محمد على الفور ونقل جثمانه إلى أحد مستشفيات مدينة نابلس في حين أصيب شقيقه مهند بصورة حرجة وأعلن لاحقا عن استشهاده متأثرا بإصابته وبدوره قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن استشهاد الشقيقين محمد ومهند مطير جريمة مروعة تعكس العقيدة التي تصوغ فكرة وسلوك الجناء مشيرا إلى أن جنود الاحتلال والمستوطنين يتبادلون الأدوار في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحيف التوح إن الدعوات التي يطلقها رؤساء الأحزاب اليهودية اليمينية لاقتحام المسجد الأقصى والتي يتزعمها المجرم الفاشي أحد أقطاب حكومة إسرائيل العنصرية بن كفير لمناسبة عيد الأنوار اليهودي تضق ناقوس الخطر وما هي إلا مقدمة لتنفيذ مخططات خبيثة تستهدف المسجد وحذر فاتوح في بيان صحفي من خطورة إشعال الشمعداني بساحة حائط البراق معتبرا ذلك مقدمة لتنفيذ الاقتحام والتوجه به إلى ساحة المسجد وحذر فاتوح أن ما تخطط له الأحزاب اليهودية اليمينية المتطرفة وجماعات الهيكل المزعومة ستشعل المنطقة وستحول الصراع إلى ديني وستنعكس ارتداداته على الجميع قالت وزارة شون القدس إن إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إبعاد ابن القدس الحقوقي الأسير صلاح الحموري إلى فرنسا جريمة حرب مطالبة بإعادته وزوجته وأطفاله إلى مدينة القدس وأشارت إلى أن تنفيذ جريمة الإبعاد تمت حتى استكمال ما تسمى الإجراءات القانونية بحقه حيث قررت محكمة الاحتلال الإبقاء على توقيفه حتى الأول من كانون الثاني المقبل إلى حين البت في قرار إبعاده وسحب هويته المقدسية وأشارت إلى أنه أعقب الإبعاد إقدام عشرات المستوطنين على اقتحام المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال تحت ذريعة الاحتفال بعيد الأنوار اليهودي وفي سياق متصل أدانت فرنسا إبعاد إسرائيل للمحام الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري المعتقل منذ آذار الماضي دون توجيه تهمة رسمية له معتبرة ذلك مخالفا للقانون انطلقت فعالية قافلة الميلاد برعاية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإشراف اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس من مدينة بيت جالا بحضور رسمي وشعبي بأجواء الفرح والسرور لكلوب المواطنين الفلسطينيين بالعموم ولأطفال فلسطين بالخصوص الذين تجمهروا على طول الشوارع التي جابتها القافلة أجواء العيد بهذا الشهر أو بهذا الوقت بالذات كثير بيكون فرحة وأشياء كثير رحلوة إنه كبلد هيك من بيت جالا كثير حلوة زي ما انتوا شايفين يعني الأجواء هون كثير حلوة ويعني فيه رح تعاون ومحبة في البلد عشان هيك بسووا هيك الأشي عشان كمان يفرحوا الناس والأطفال طبعا نحن أجواء العياد أجواء الزمن المجيء زمن التسامح المحبة زمن الرسالة اللي قدمناها المسيح اللي هي محبة الناس التجدد طبعا الفرحة فرحة للأطفال وإن شاء الله يا ربي عم السلام وافتتح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين الدكتور رمزي خوري الجولة الأولى لقافلة الميلاد بقص شريط الانطلاق للقافلة التي انطلقت باتجاه شارع السهل ببيت لحم مرورا بشارع القدس الخليل وشارع المهد باتجاه مدينة بيت صحور وتأتي قافلة الميلاد وهي جزء لا يتجزأ من احتفالات أعياد الميلاد المجيدة التي يعبر شعبنا من خلالها أنه محب للحياة ومن حقه العيش وتقرير مصيره في دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية تقريباً أوفق قرارات الشرعية أوفق قد ابل تقريباً ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة